السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي تفاوض مع الموديل بتاعي على زيادة في المرتب ده سؤال جيه على بي المرابية على اليوتيوب طيب بداية الناس ما كنت انا متأكد ان انا واسق ان انا استهل الزياد ديت لان لو انا اخذت زيادة وانا فعلا بشغال او بلعب او كده فارباني مش هبارك فيها ومش هبقى فاق بركة يعني هيبقى مبلغ على الفوضي في انتشوفت مضار الدولار بقى انت بتبقى مبلغ كمير مثلا خمستاشر الف العاشر التلاف وما بيعملوش حاجة فاهتم بمطار البركة اكتر ان انت ما تاخدش حالي انت نسحيهاش وعشان رباني براجلة فيه في بعض الطرق السيئة وفي بعض الطرق قويسة الطرق الوحشة اللي احنا مفروض نشطب عليها ان الواحد يلوي الدراع بتاع المدير يجي في تقسيمة المشروع لا انا عايز الزيادة ولا بش الشغل فالكلام ده مش حلو وهيعمل مشاكل في الشغل ويخلي الناس بشتقيق بعض ويخلي المدير في ارى بفرصة ينقص المرتب او يمشي الموظف وده حقنا انا وحيس انه بيلوي الدراع في فيتر الان الواحد يدخل يقول والله اذا المصارف غالية والعيال وش العيال وحكا زي كده يعني الشركة لها بالحاجة اللي انت بتقدمها بش بالزور في الورب يعني ده 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 حاجة اللي انت قرصت منها لانه هدفه الربح باش هدفه الخدمة الكتبانية الا طبعا في الظروف الطرقة اللي هي المشكلة الكبيرة اللي حصلت في الدولار فده لازم الشركة تعمل اعادة تهيكالة للمرتبات وتتنينيش حاسها كده طيب خلينا نتكلم بقى التراك كويسة التراك بس ان انا امتهز وقت كويس اقدر اتكلم فيه مع المدير ما يكونش يفكر خمسمائة حاجة وممكن لو فيه تسليمة بل فتنتباهه مسلا ان انا هتكلم معك في حاجة من غير ما افتح الموضوع ومن غير ما اعمل بس هو يبقى عارف ان انا مسلا تعبان معك في الشغل وكده بتدخله تبدأ تشرح ايه اللي انت قدوم الشركة ايه اللي انت بقى لك فترة كبيرة مزدتش ان المرتبات مستوها قدي بره لو عندك اوفر ده بيزود فرستك تمام يعني انا باخد اكس ومعروض عليها اتنين اكس تمام يعني انا كنت مثلا اول ما اجيب كطر كنت شغل بشركة ب اكس وسبحان الله وانا المرتب ده كان اويل جدا يعني حتى المدير نفسه لما يكلم معه يقول لي انا مش متصور انت ازاي قبلت المرتب دوات بس انا انتو كان فيه ظروف في مصر واضطررت ان انا سفر على اي مرتب فوجالي اول ما جيت جالي عرض في قطر بزعف المرتب بس ما حدش يوافع عليه فجالي اوفر تاني من دولة تانية غير قطر اقدر اتصوض عليه فمدام معك اوفر ده بيقويل الفرصة بتاعتك لان محس ان ده بشكلام نظري ده هو فعلا السوق عايز كده واكيد هو عارف الاسعار فانت لازم تشوف الاسعار حواليك قد ايه تمام المتوسط المرتبات في الشركات اللي حواليك قد ايه و ايه الحاجة اللي انت هتقدر تقدم بعد كاف الشركة او هتزود حماسك لو انت فعلا اخدت مرتب دوت يعني انا فعلا لو هسيب بالزيادة ديت هقدر ادي انتغيه اكتر وهقدر مسلا ان انا اخذ كورسات اقدر اعمل حاجة في الشغل ان شاء الله وانا افضل الفترة جاية تلاقيه اا اا عائد اكبر واتقان افضل الشغل وشغل افضل وانا اقدر اعمل كزا واعمل كزا واعمل كزا يعني او احسسه ان ان انت قلبك على الشركة وان ان انت اهتمي كل الفترة عليه في اه تحسين الشغل وان ده هيديك دافع ويديك طاقة ان هو حس ان فيه تقدير من الشركة وربنا وفاك ولو جات زيادة بقى عزبنا بقى عليه حاجة